ربما عجز الطيار الإسلامي عن طرح ربما البديل في المشهد السياسي الجزائري كان ربما إنعكاس لسقوط حكم الإخوان بمصر ربما الأزمة الغير مسبوقة التي تعيشها حركة النهضة الحاكمة بتونس هل ألقت هذه الأمور مجتمعة بظلالها على أمال وطموحات زعماء الطيار الإسلامي ربما في الوصول إلى قصر المرادية في أفريل 2014 خاصة أن سعود الطيار الإسلامي بالجزائر انتعشت أمالهم مع ما يسمى بثورات الربيع العربي والله في الحقيقة الظروف تختلف والبيئات تختلف من بلد إلى بلد لكن ربما حتى خطابكم السياسي تراجع نحن حينما نتحدث عن تونس وعن مصر على سبيل المثال إدارة العملية الانتخابية كانت على قواعد جديدة تماما وكانت في حرية مطلقة ولذلك وقع التغيير أما في الجزائر لا توجد هذه الحرية ولا توجد استعداد لتوفير هذه الضمانات إلى حد لأننا أؤكد لك والزمن سيبين هذا بأنه في اللحظة التي ستكون فيها الانتخابات حرة ونزية حقيقة فإن التيار الإسلامي سيكون الأوفر حظا لا أكون بأنه سيكون وحده التيار الإسلامي ليس وحده في الجزائر يعني فيها أحزاب أخرى موجودة ولا تجذر في الساحة ولكن الأحزاب الإسلامية ستكون الأوفر حظا مع غيرها هذا أؤكده لك لكن في ظل حرب الزعامة بين قيادات الأحزاب الإسلامية هل ربما هذا كان سبب في إفشال المسائي التي أعقبت ربما ما يسمى بالرابع العربي في إيجاد ربما مرشح عن الطيار الإسلامي فقط يخوض رئاسية 2014 هو حتى ولو استطاع التيار الإسلامي أن يتفق على مرشح مشترك حتى ولو اتفق كل التيارات الأخرى على مرشح مشترك هل هذا هو الضمانة بأنهم سينجحون في الانتخابات لا بكل تأكيد لا إذا أرادت السلطة الحاكمة أن تغير نتيجة الانتخابات وأن تزور فسيكون ذلك فليست هذه هي الضمانة الأساسية يعني هذا يساهم في تعديل مواسين القوى يساهم في دفع الناخبين للمشاركة في الانتخابات لأنها ستساهم في رفع معنويات المواطنين ورفع معنويات الناخبين ستحدث نوعا ما زخم في العملية السياسية ولكن نتيجة الانتخابات لا تتعلق بهذا فقط تتعلق كذلك بنزاهة الانتخابات نعم سيد عبد الرزاق مقري إن صح التعبير بعد أن فشلتم كإسلاميين في تقديم مرشح لهذا الطيار اتجهتم واتجه الكثير ربما نحو البحث عن مرشح توافقي عن مختلف طيارات وهو ما تجسد ربما في ما يسمى بتحركات مجموعة الأربعة عشر نحن لم نتحدث في أي من الأيام بأن نبحث عن مرشح إسامي مشترك ولم نشتهد في هذا الاتجاه ولم نعمل له في أي لحظة من اللحظات منذ البداية قلنا بأن الجزائر تحتاج إلى تحالف موسع تدخل فيه كل التيارات التي تؤمن بالإصلاح والتي لها تقي مشترك لوضعية البلد الاقتصادية والاجتماعية من أجل تغيير الإصلاح فإذن هذه الفكرة التي يتحدث عنها تتحدث عن بعض وسائل الإعلام في كهربل هي فكرة غالطة ولا تستند لأي دليل لا يوجد أي كانت لكم طموحات في الوصول إلى الحكم ربما على أقل في أفق 2014 لا كل حزب سياسي له طموح بأن يأخذ على الأقل الطيار الإسلامي كل الأحزاب لها طموح بأن تصل في يوم الأيام إلى أخذ الأغداب هذا شيء طبيعي هذا في الحق من عجاب العمل السياسي في الجزائر أن البعض يقول خاصة منهم في الحكم هذه الأحزاب تريد السلطة وهذا يعني عجب العجاب هل الأحزاب تؤسس لشيء آخر غير أنها عندها برنامج وتقدمه للناس وتريد أن تصل للأغلبية البرلمانية والأغلبية الحكومية لتسيير شؤون بل هذا شيء طبيعي ولكن نحن لم نصرح ولم نجتهد ولم نتجه في أي لحظة من اللحظات إلى الآن للاتفاق على مرشح إسلامي مشترك وأكد لك هذا الذي بدأنا نسع له منذ البداية هو البحث عن أرضية التوافق السياسي على الإصلاح السياسي ثم بعد ذلك البحث عن مرشح مشترك من كل التيارات يتبنى هذا الإصلاح السياسي نعم مشاهدين فاصل قصير ولنعود إلى برنامج نقاش مفتوح ابقوا معنا حقائط السجون العراقية يرويها معتقلون جزائريون هي شهادات سوف ننقلها لكم لأول مرة خاصة بتجاوزات حدثت في حق جزائريين مروا على معتقلات وسجون عراقية لم يخرجوا منها إلى اليوم عندنا في السجون الأخيرية في الجنوب أو بقية السجون كلها في بغداد وظواحيها الأوضاع طبعاً سيئة سواء من طرف السجنة أو من طرف السجنة إذن إلى الوضعية التي عايشتها بشكل عاملية طائفية أنا كانوا عندي كينج مع اليرام عندهم أولادهم ثم متوفين ومتفونين ثم قدام سجونه أمتهم في السجون التعذيب أظار تعذيب السجون كانوا يشوف فيهم أما عبد الله فهو الشاب الجزائري الذي اكتهم بالإرهاب وكان مصيره الإعدام في العراق بدم بارد موسيقى موش يعطيني؟ يعطيني شهات وفاة في الله إعدام شنقاً حتى الموت هو ما يضيعش حقه ما نكتبش عليك أنا بنبقى نتابعه المالكي لآخر لحظة ما ستنتابعه تصريحات خطيرة واستنجاد سجناء جزائريين في بلاد الرافدين كل هذا وأكثر ستتابعونه في برنامج بسر جداً صهرة هذا الثلاثاء على قناة النهار برنامج نقاش مفتوح متواصل مع عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهلاً ومرحباً بكم معنا من جديد سيد عبد الرزاق مقري ربما تحدثنا عن تحركاتكم في إطار ما يسمى بمجموعة الربعة عشر العديد من النقاط أثرتموها تعديل الدستور جبهة معارضة لتعديل الدستور مرشح طوافقي ما محل مصطلح مرشح طوافقي من الإعراب في ظل ربما انشطار مجموعة الربعة عشر أولاً أريد أن أذكر بأن هذه المجموعة الإسمها الحقيقي هو مجموعة السيادة والذاكرة في حينما اجتمعت من أجل الكفاح من أجل المحافظة على ذاكرة الجسائريين وعلى ذاكرة أول نوفمبر وكذلك على سيادة الجزائر ثم كان هناك اتفاق بأنه إذا فيه أي اقتراح خارج هذه الدائرة فيمكن يتفق عليها حالة بحالة من خلال اتفاقات مؤسسات كل حزب من الأحزاب نحن اتفقنا على أن نوسع نشاطنا إلى قضية الدستور وكان لنا موقفاً موحداً بأن الدستور ينبغي أن يعدل بطريقة توافقية شهورية كبيرة بعد الانتخابات الانتخابات تفهم بعد مصطلح مورا الشيح توافق فيما يتعلق بمبادرتنا مبادرتنا كانت تهدف إلى الاتفاق على أرضية الإصلاح السياسي وقلنا بأن أي حزب سياسي يقبل أن يدخل في نقاش من أجل الإصلاح السياسي نحن يمكن أن نتعاون معه سواء كان في حزب المولاة أو في حزب المعارضة ولكن من خلال مشاوراتنا اتضح لنا جلياً وهذا كان متوقعاً على كل حال بأن أحزاب المولاة ترفض أن تدخل في نقاش مع المعارضة حول أي مشروع من المشاريع فلذلك أصبح جهدنا متجهاً كلية إلى أحزاب المعارضة إذن مرشح توافقي هو مرشح للمعارضة الآن هذا هو المطروح مرشح توافق المعارضة لأن أحزاب المولاة رفضت هذا رفضاً كلياً وتعود لهم مسؤولي على ذلك نعم سيد عبد الرزاق مقرية على مدار الأسبوع الأخيرة كانت لكم عدة لقاءات بشخصيات وطنية رؤساء حكومات سابقين ربما هي أسماء مرشحة لدخول معترك رئاسية 2014 هل لنا نعرف طبيعة هذه اللقاءات ومتى مخضا عنها؟ هي لقاءات استشارية هي لقاءات استشارية لقاءات التباحث حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر تبادل وجهة النظر حول حاضر ومستقبل الجزائر كذلك الحديث عن أفاق الانتخابات الرئاسية وعن الظروف التي ستسير فيها وستدار فيها وأعتقد بأنه كانت نتيجة إيجابية من حيث تبادل الخبرات وتبادل كذلك الأراء ونحن كحركة مجتمع السلم استفدنا كثيرا من هذه الأراء لأن الساحة الجزائرية في الحقيقة فيها شخصيات وازنة وفيها شخصيات وطنية في كل اتجاهات لها القدرة على أن يكون لها رأي تستفيد منه للأسف الشديد الساحة السياسية أو الواقع السياسي المبني على الهيمنة وعلى السيطرة هو الذي لا يسمح لهذه الإبداعات أن تظهر وهو نفس الأمر منذ الاستقلال لأن بعد الاستقلال لابد أن نتذكر بأنها كانت لنا شخصيات كبيرة جدا كانت لنا شخصيات مفكرة ومشعة يعني أمثل كريم القاسو أمثل خيدر وأمثل محمد موظياف وأيد حمد وبنبلة وغير ذلك لما شخصيات وازنة مثل هذه تبعد عن الساحة السياسية وبعضها يغتال بكل تأكيد فإنه سيقع تصحر في العمل السياسي وفي الفكر السياسي الجزائري الآن مع هذا الحرك الجديد مع شعور كثير من القيادة السياسية بأن البلد حقيقة مستقبله يتعرض لكثير من الغموض وربما كثير من الأخطار أصبحنا حقيقة نجد في النقاش السياسي كثير من الأفكار الجيدة التي يمكن أن تفرز لنا طبقة سياسية مسؤولة إن سمعت السلطات هذا النداء وقابلت الإصلاح السياسي وفتحت الساحة السياسية وسمحت للجزائر أن تبنى من خلال التنوع من خلال التداول السلمي على السلطة ومن خلال انتخابات الحرة والنزيهة والابتعاد عن الهيمنة وعن السيطرة نعم جميل جيد سيد عبد الرزاق مقري ربما صنع لقائكم برئيس الحكومة السابق علي بن فليس الحدث في الساحة السياسية الجزائرية أنتم من جهة تبحثون عن مرشح توافقي للمعارضة ربما سيد علي بن فليس هو من أحد رموز نظام الحكم من صح التعبير أحد دوائر النظام ماذا تمخذ بالأخص عن لقائكم بعلي بن فليس ماذا قال لكم علي بن فليس نحن لم نلتقي بالسيد علي بن فليس فقط نلتقينا بكل الشخصيات المعروفة التي تخطر على بالك كلها التقينا بهم وتحدثنا معهم ونحن لم نعلن بأننا نلتقينا بالأستاذ علي بن فليس كما لم نعلن عن لقاءاتنا مع الشخصيات الأخرى نحن لسنا بصدد الشو بوليتيك وميدياتيك أنا لست أدري أصلا كيف تسربت هذه المعلومات لوسائل الإعلام هل المعارضة تمارسه إذن معارضة الصالونات؟ لا ليست معارضة الصالونات أنت حينما تلتقي مع شخص وتشرب معه قهوة هل هذا الأمر جدير بأنك تعلن عنه؟ هو ليس ممنوعا أن تعلن عنه لأننا لا نشتغل في السر ولكن لما يصبح الإنسان كلما التقى بشخص يعلن عنه في وسائل الإعلام هنا دخلنا في الرياء السياسي سيد عبد الرزقمت خصومكم السياسيين أحزاب المولاد تتحدث عندما عندما تكون لكم تحركات يصفونكم ربما بأنكم معارضة الصالونات المغلقة أو معارضة من أجل المعارضة لو حضر معي هؤلاء في هذه التجمعات التي أنشطها في الولايات كل أخر أسبوع لا كان لهم رأي آخر كل أسبوع أنزل للولايات وأنزل للبلديات وأنظم تجمعات وتتحدث عنها وسائل الإعلام في بعض الحين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر